اشتركوا في القناة لطالما حققت مملكة البحرين تقدما جديدا في مؤشر الأداء اللوجستي 2023 الصادر عن البنك الدولي باعتبارها الدولة الأكثر تحسنا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وتم تصنيفها أيضا في المرتبة الثانية على مستوى الوطن العربي هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لو لا جهود ومساعي مملكة البحرين في القطاع اللوجستي لأهميته الكبيرة في الاقتصاد الوطني ومشروع توسعة المركز الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة DHL Express ومكتب البحرين الجديد للشركة في مطار البحرين الدولي يعكس ما تتمتع به المملكة من دور مهم في الخدمات اللوجستية افتتحت الشركة نشاطها في المملكة منذ 48 عاما تم الاستثمار في عمليات الشركة في مملكة البحرين بهدف إنشاء أكبر مركز لوجستي إقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعد عمليات الشركة في المملكة من أهم مراكز الشركة عالميا عملية التوسعة تمت باستثمار 218 مليون يورو مما يشمل مكتب البحرين الجديد وتوسع المركز الإقليمي في مطار البحرين الدولي وتوسيع عمليات شركة طيران DHL إن لهذا المشروع أهمية كبيرة تكمن في مواصلة دعم مشاريع القطاع اللوجستي وتهيئة كافة السبل والمقومات الكفيلة بتطويره وتنميته بما يسهم في تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة ويخلق مزيدا من الفرص الواعدة للمواطنين ويسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي تمتد عمليات الشركة على مساحة 54 ألف متر مربع ويقوم هذا المركز بخدمة 12 طائرة DHL ومعدل شحنات يصل إلى أكثر من 2 مليون شحنة في السنة وتعد عمليات الشركة في المملكة جزء رئيسي ومحوري في تقدم الشركة مما تتمتع به المملكة من مكانة جغرافية وسهولة ممارسة الأعمال يعد المشروع من أكبر استثمارات الشركة في الفترة الأخيرة ويشير إلى ثقة الشركة في قوة السوق محليا وإقليميا حيث سيقوم هذا المركز بتعزيز خدمات الشركة من الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية كما يعكس هذا الاستثمار الحرص على تقديم حلول لوجستية مبتكرة تمكن الشركات من النمو في الأسواق الدولية مشروع توسعات منشآت DHL Express يعد خطوة مهمة من قبل الشركة في تطوير عملياتها باعتبارها شركة رائدة في تقديم الخدمات اللوجستية على الصعيدين الإقليمي والدولي ويعد المشروع أيضا المرأة التي تعكس المكانة المميزة لمملكة البحرين كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر